مشاهدي القناة الاعزاء قبل ما ندخل في الموضوع قدي نجاوب على واحد سؤال دي الواحد المشاهد لي سولي واش هدى المؤتمر الاخير دي الباريز حول الفرقة الليبيين واش غد ينهي الخلاف والازمة في ليبيا قبل ما نجاوب على السؤال اول حاجة غدي نحدو شوية المفاهيم المسألة دي الازمة الليبية را الاحل دي الها ماشي هو باريز فقط الاجتماعات دي الفرقة الليبيين را مني بدأت بدأت اول مرة بالمغرب هو بالضبط بمدينة صخيرات الدين باش من طولش عليكم انا بالنسبة لي اهم حاجة اللي خلج بها ماشي فقط هاد المؤتمر هاد المؤتمر وكين في العديد مجتمعات انه لازم تكون انتخابات في ليبيا وهدا هو الحل وحيد فعلا لكن بالنسبة المؤتمر باريز انا جوجي الامور اللي كتقلقني كتر اللي ممكن تضرب هاد المسلسل الانتخابي الديموقراطي اللي غدي يجرى في ليبيا في 24 ديسمبر الجاري او المقبل عفوا المسألة الاولى هو الفصل رقم 12 من قانون انتخابات الليبي اللي كي ننص على انه اي مسئول ليبي بش يترشح او اي مرشح لانتخابات الرئاسية في ليبيا لازم انه ما تكونش عنده اي مسئولية حكومية او عسكرية في الدولة الليبي تلت شهور تلت شهور قبل من تاريخ 24 ديسمبر 2021 ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه دبيبالي هو حاليا رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية استنادا هاد الفصل را ممكنش يترشح الانتخابات لذلك فالبدينا ندير الجدال حول قانون الانتخابات را ممكنش نمشي وبعيد دبيبال كان عليها استقلم المنصب دياله إلا بغا يترشح لرئاسة الدولة الليبيا وماشي يطرب بتعديل قانون الانتخابات وبالتالي هاده هاده هي العرقه للولي الي ممكن تعرقه لوتنسف بالمصار الانتخابي ديالليبيا العرقه التانية والاخطر بالنسبة ليه هي البيان الختامي ديالى المؤتمر بالباريس لكي نص على كلمة انتخابات شفافة لنقرأ بين الصطف ترجحوا مثلا خمسة او اربعة ديال الليبيين انجح فلان لنقول مثلا حفتر فالاخرين باش ينسفوا هاد العملية الانتخابية ماذا سيقولوا انها كانت مذورة اذا باش نختصر يعني انتخابات هو الحل الوحيد لكنها تجد عراقي للا ممكن انها تنسف بهاد المصار الانتخابي وبالتالي طول الازمة الليبيا مشاهدي القناة الاعزاء نرجعوا للموضوع الرئيسي ديال هاد الحلقة روسيا محتاجة للمغرب روسيا كتطلبوا الترخب باش انه المغرب اقبل بانها تدير مصانع لسينات بصناعة لقاح سبوتنيك الروسي ما علاقة الموضوع بالاعتراف المغربية الصحراء هنا غدي نرجعوا الخطاب التاريخي ديال الملك محمد السادس اللي قال انه ما غديش يستطني على اي مشروح كيستطني الصحراء المغربية وبالتالي اللي نقرأ بين السطور روسيا هي كتطلب عند المغرب باش يدير مصانع لسيبوتنيك في المغرب باش بالضبط المغرب اولا باش نبتح هذا القوس باش بالضبط المغرب لانه المغرب اصلا كيستطني على الادوية عنده مختبرات هذا مجيح يعني ادان عنده الخبرة والتقنيات الكافية باش يصنع هاد اللقاح في حين انه الجنة الجزائر اللي قالت لروسيا عليش مش المروق عليش مجيل الجزائر حنا نعطوكم جميع السهيلات وكل شي باش تديروا هاد اللقاح هنا في الجزائر ونصدروه لأفريقيا لكن المشكلة الجزائر على عكس المغرب ما فيهاش مختبرات عندها واحد سمعة اللي هي عالمية واللي ملفة تصدر الأدوية الخارج البلاد كما هو المغرب اللي كيستطر لدول الأفريقية المسألة الثانية هي مسألة اللوجيستيكية المغرب عنده مختبرات متعودة هناك تصدر لأفريقيا الدول الأفريقية الأخرى وبالتالي فإلى صنعات روسيا مختبر عفوا هذا اللقاح ديها سبوتنيك في المغرب فقد يسهل عليه تسويق دياله في أفريقيا لأنه المغرب أصل المتوغلة في أفريقيا وعندها مختبرات كتبية أدوية أخرى لدول أفريقيا فالعملية ستكون سهلة في حين الجزائر كيف ما قلنا معنهاش مختبرات لسناعات الأدوية كيفاش تدير تتسويق هاد سبوتنيك في أفريقيا وهي معنهاش يعني لغيزو معنهاش لغيزو داخل أفريقيا وش ربطان العمراء يبقى يدير معاك لما رفط طيارة ويتشارى به في الدول الأفريقية إذن هذه الأسباب اللي خلات أن روسيا تتجه إلى المغرب ومتاج هاتش الجزائيه لأنه أبغاد أنه تصنع المصانع ديال اللقاح ديال سبوتنيك في المغرب ثم تصدروه نحو القارة الأفريقية لكن المغرب ما غادش يقبل على هذا إلا إلى وفقة روسيا بمضمون الخطاب التاريخي ذي الملك محمد السادس لكي ينصفه أنه من المبلة ما غادش تقبل تشمسروع يستثني الأقاليم المغربية الصحاوي وبالتالي فالروسيا إلى يعني دارت مشاريع من المغرب ويكتشمل منطقة الصحراء المغربية فهي بالتالي كتاعة تعرف ضيمنيين بمغربية الصحراء بتحوح القوس باش نذكر أنها روسيا هي رغم أنها ما كانش كتساند المغرب في قضية الصحراء المغربية وكيف لو سوقت ما كانش كتعارض المغرب في قضية الصحراء المغربية شوفوا هالقرار الأخير هي متانعات عن التصويت ما صوتاتش ضد القرار إذن فهذه المسألة ما عادش تكون صعيبة على دولة مثل روسيا أنها تعترف ولو تضبني بمغربية الصحراء على طريق إنشاء مساريع لقدم كذلك الأقاليم المغربية الجنوبية روسيا اللي رفضت أن هذا الاتفاق يشمل كذلك الأقاليم الجنوبية الصحراء المغربية فالمغرب عنده حجز أخرى مش يرفض هذا المشروع بلا ما يخسرش مع روسيا لكيف ما قلت لكم هي وخما كنت سنناش ما كنت عاكسناش في قضية الصحراء المغربية إشنا هي المسألة أو الورقات اللي عند المغرب باش يرفض بدون إحراج الدولة الروسيا الورقة اللولة أنا هتقول أن المغرب كيتوفر على قدر كافي من اللقاحات ما يفوق عشرين مليون جرع ثانيا في حالة الحاجة فإذا عندها تعقودات معدد دول مسبقا قبل ما يتم تسويق اللقاحات فبيل هاو خاصة الصين والحجة التالتة اللي عند المغرب أنه بنفسه كيد اللباسات الأخيرة على المشروع الخاص لتصنيع اللقاحات فبالتالي فعندوها ثلاثة من الحجج يمكن يرفض أي مشروع لتصنيع اللقاح الروسي على الأراضي المغربية اللي كيستثني الأقاليم السحراوية بلا ما يحرش دولة الروسيا موسيقى 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 موسيقى